نرجع معك للتجربات المستمعات التي توصلت معنا البارح أستاذ بن ساسي المستمعات التي يسرى من الرباط التي دايرين جروب واتساب والتي تبنى القاعدة سبعة في سبعة ودبا عندهم تحدي أنهم يوصلون المليون الفرنقونسين صحتهم بأنهم يجمعون 28 درهم في اليوم وطبعا من يدور العام سيلقوا عندهم 10 ألف درهم هذه هي نداء مع أختي يسرى وكل سيدات في المجموعة ديانها والتي يقدروا يوفر 28 درهم في اليوم لكن البعض يقدرون أنهم لا يمكنون أن نفرد المبلغ قاسع أنا أتنقل شوفي الزوج جاك إذا كانت يدخن وهذا هو من الإشارات التي جاءت البارح شوفي إذا كان مع الزوج جاك ممكن أنه يوفر هذه المسألة وبالتالي سيساعدك على أنك تحقي هذه المسألة الأخرى وهو أن الزوج سيكتشف في ذلك الساعة بأنه رأى بصحراء سنويا رأى كي يخسر هذا المبلغ لربما ما يصدقش أنك إليك بلتهاله إذا أخذنا 28 درهم ودرناه 365 درهم ستعطينا 10,220 درهم بمعنى أخي الكريم إذا كنت تدخن هذا المبلغ يوميا هذا هو أعطيها الزوجة تحصالة وهذا أصلا تجربة كانت مستمع كانت تصل بنا في البرنامج وقال لي نعم فإنه سيكون قطع الدخان قال لي كنت تراصي أنه بقي كنت ندخن ويوميا نأخذ ذلك المبلغ الذي كنت ندخنه وكنت أخبه وللقيت راصي بالفعل في سنوات لقيت مبلغ الذي يدهشني إذا هذه طريقة بين طرق لأهمية هذه الطريقة أنه يوميا لما كنت تقول أنا بقي كنت ندخل هذه 33 درهم أو 40 درهم لنرى حالتك تدخل كنت تحتفو هذه الحصالة يوميا كنت تقول لو أني دخلت دخلت هذه العلبة قد تكون مشات في الهواء تبخرت لكن هذا ما لم تبخرتش راه بقى في الصندوق بقى في الحصالة ويومين ثلاثيام شهر شهرين لما كنت تلقى واحد المبالغ كنت تقول إذا هذه المبالغ كلها كانت ممكن تكون في مهب الريح لكنها اليوم متوفرة والصحة محفوظة وقش على هذا نحن دائما مواصلين معكم في انتظار أننا نخدو اتصال هاتفي